أفدت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثي أقدمت على شطب أكثر من 70 ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية في أكثر من 83 جهة حكومية وحرمانهم من نصف راتب كانت قد وعدت به الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها المصادر أشارت إلى أن الميليشيات شطبت أسماء الموظفين تمهيدا لأحلال عناصر موالية لها في وظائفهم ويذكر أن الميليشيات أطلقت حملة واسعة لفصل ألاف الموظفين الحكوميين في سياق عملية تنظيف كشف الراتب من المعارضين والمبعدين من أعمالهم والفرين من سطوة الميليشيات وتعد الخطوة تعديا غير مسبوك على السجلات الرسمية لموظفي الخدمة المدنية ومحاولة للعبث بقاعدة بيانات الموظفين